طبعا دكتور هل الأكل بشكل عام يعني صحي أو غير صحي بي أثر على النوم أو جودة النوم؟ آه آه طبعا إزاي بقى؟ ممكن نقسمها جزئتين إيه اللي بيحسن وإيه اللي بيخليه أسوأ عظيم إيه اللي بيخلي النوم أوحش أو أسوأ جودته أوحش مبدئيا كده الأكل المسبك قبل النوم ده حاجة صعبة جدا بالنسبان استهلاك كميات كفاين زي ما حالك لسه كنتي بتتكلمي تمام؟ ممكن تتكلم في حتة صغيرة برضو في الشتاء بالذات استهلاك الميا الكتير قبل النوم ده مش مش مطلوب مش مستحب مع أنه بيقولوا نشرب ميا كتير كتير لكن نشرب ميا كتير إمتى؟ بالنهار بالنهار أو حتى على المدار اليوم مثلا بيتكلموا إنه ممكن ناخد من كباية لاتنين كل ساعة ونيجي قبل النوم بساعتين كفاية خلص مش لازم نشرب ماية تاني لأن في ناس كمان بالذات الناس الكبار في السن شوية بيبقى شوية القدرة على إن أنا أقوم وأرجع تاني وأنا نايم بتبقى صعبة نفسه بيبقى صعب عنده إن هو يروح ويرجع تاني ينام بيبقى صعب أرق شوية أه بتعمله أرق يقول لك أنا إيه قمت ومعرفش أنا متاني سعر فبنقوله لأ ساعتين قبل النوم بلاش نشرب ميا خالص تلات ساعات قبل النوم بلاش نشرب مياه خالص ده مفضل للأطفال كمان حتى دايما الدكاترا يقوله تلات ساعات قبل النوم الأطفال والكبار الأكستريم دايما بنتكلم على دول أولادنا والناس الأبهاتنا مثلا دول بلاش قوي إن إحنا ساعتين قبل النوم حلو قوي كفاية الماء أكتر بقى من كده لو عطشان قوي يعني مش مانميه خالص سب يعني حاجة بسيط لكن يشرب يشرب الكميات الطبيعية بلاش الكافيين قبل النوم طبعا الأطفال أقلي من 12 سنة فيش حاجة يسمعها كافيين لكن الناس الأكبر شوية ممكن تلات ساعات قبل النوم كفاية قوي ويريد تلات ساعات قبل النوم بلاش موبايل كمان عشان خاطر جودة النوم يعني دول مهمين برضو بالنسبة لأننا إحنا فيه ناس كتير بقت بتناموا الموبايل في إيدها هجودة النوم بشكل عام بتتأثر أو لو جنبها كمان فيه ناس بتحطوا جنبها ها فيه ناس بتناموا هو جنبها وفيه ناس يعني أنا أحنا أصلا بنكلم إن كمان ياريت أي إلافتهم المليماتيك ببرة الأوضة يعني ونستخدم النب بتاع زمان لكن الموبايل الميا كده أو كمان الحاجات اللي ممكن تساعد بقى على جودة النوم الحاجات اللي فيها لفندر الحاجات اللي فيها كامومايل الحاجات اللي فيها كأعشاب أعشاب آه ممكن تتاخد والأطفال ليهم التكلام ده طبعا الأعشاب كويسة الأطفال أنا أعرف كده جدا الينزون من الحاجات برضو اللطيفة جدا وبيساعد على عملية الهضم الأكل الخفيف زي مثلا الفكهة زي البارز الحاجات اللي فيها في لفينوز زي مثلا البلو باري مثلا أو الفراولة الفراولة من الحاجات برضو اللي فيها قبل النوم بقى ايه بقى الكلام ده؟ لا عادي يعني احنا بنتكلم دايما ان الاكلات التقيلة هي اللي قبل النوم بساعتين تلاتة اللي هو موجبها زي الغداء لكن قبل النوم بساعة ممكن ناخد شوية فاكهة صغيرين يعني ممكن ناخد فراولة على مثلا نصف تفحية او تفحية كاملة ممكن معهم كوباية زبادية ما فيش مشكلة لو انا ما عنديش مشاكل في هضم اللاكتوز الكلام ده ما يعملناش مشاكل في الهضم وحتى لو حد بيخس ما فيهوش برضو مشكلة خالص انه هياخد الحاجات دي